اهلا و سهلا بحضراتكم مرة اخرى ازاي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن احمد فوزي زكا ابو حمد حبيبا كابتن احمد كله تمام طبعا مدرب منتخبنا الوطني 2008 2008 ان شاء الله صح كابتن احمد اولا طمننا على المنتخبات واخبار المنتخب ايه والدنيا ماشية ازاي والامور ماشية ازاي بص يعني اعتقد كل حاجة كانت اختلفت في فترة من الفترات ساعة قبل التعيين كابتن حسام حسن او ساعة التعيين لان كان فيه شك ان كابتن احمد الكاسي بقى متواجد في المنتخب الاول صحيح فبعد الاختيار بتاع كابتن حسام كل حاجة سيتلد وكل حاجة رجعت للنصابها كابتن علاء نبيل جاي بمفهوم جديد عايز يطبقه يعني بيكتر من الاجتماعات واعتقد ان هو يقعد مع كل جهاز على حدة اه طبعا بدليل انه طلب السفيهات تروح له من اول وجديد وبيحاول يشوف ايه النواقص اللي موجودة اعتقد بداية مبشرة ليه وان شاء الله يكون خير لنا جميعا ولكن بعد الزوباء اللي حصلت اللي فاتت دي اعتقد كل حاجة رجعت طبيعية وان شاء الله بقى نكمل على خير عندكم تجمعات قريبة اه ان شاء الله احنا عندنا متش سوريا متخب سوريا 2008 موجود في مصر ان شاء الله عندنا متشين يوم 27 وهم 1 مارس او 2 مارس احنا عندنا معسكر من 25 لخمسة وربنا يسهل الحال ان شاء الله وكون بدأت معا بنا يكرمكم ان شاء الله فوزي نهاردة كان هناك زيارة تاريخية انا بعتبرها زيارة تاريخية لمجلس ادارة نادي الاهلي لنادي الزمالك واستقبال رائع جدا من مجلس ادارة نادي الزمالك لمجلس ادارة نادي الاهلي كيف ترى هذا الامر؟ ارى ان الطبيعي بتاع زمال من ايام وانحنا يعني وانحنا زيارين الطبيعي ان احنا بنتنافس ولكن حبايب حتى وانحنا يعني في اي حتة احنا حبايب وياما لعبنا جوا نادي الزمالك وياما احنا ناشئين وياما لعبت نادي الزمالك جت لعبت في التيتشو كانت الامر عادية وما كانش بيحصل مشاكل ولا خنات ولا اي حاجة وعادي جدا زمالك يكسبني في التيتش ويحفل عليها في الملعب بعد المباراة عادي جدا من غير أي إساءة وأنا برضو أروح ألعب في متعوبة وأكسب وأحفل وأخرج جمهور كان بيبقى متواجد في متشاط الناشئين ويمكن لحد أعتقد لحد 2004-2005 جمهور كان بيروح متشاط الناشئين وامتبعها وكانت الأمور عادية والأمور طبيعية جدا وأعتقد حالة الاحتقان اللي فاتت كان سببها بعض الأشخاص والحمد لله الساحة إلى حد ما تغيرت أه فضيت وأعتقد طلب نادي الزمالك أو الدعوة من مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك أرسى دعائم الود والمحبة من قبل أي حاجة وطبعا أكيد موافقة مجلس إدارة النادي الآهلي وتلبية الدعوة بعد فترة من يعني طبعا لظروف وفاة الوزير المفاروق طبعا نعم بأس النادي طبعا طبعا فأعتقد بعد ثلاث أسابيع من وفاته يعني يعتبر وقت كويس أن مجلس إدارة النادي الآهلي يروح يلب الدعوة وأعتقد الاحتفاء بوجود الكابت المحمود وكل المجلس كان واضح وأنت شايف عدد الناس اللي بتصور بتليفوناتها مش هقولك اللي بتصور بكاميرات مش هقولك الصحفيين لا ده أعضاء من جامعية العمومية لنادي الزمالك متواجدين وبيصوروا هذه اللحظة لأنها توسيق لكل حاجة وتوسيق لكل حاجة جميلة بين الأهل والزمالك وده الطبيعي ونتمنى أنه يستمر على كده جوة الملعب في منافسة ومنافسة شريفة وبرى الملعب إحنا إخوات وحبايف في الأول وفي الأكل هذه هي العلاقات اللي إحنا دايماً كنا بننده عليها بننده عليها كنا بننده عليها الله كانت هذه هي الحقيقة دايماً علاقات جيدة جداً ولكن معلش يا جماعة برضو مرة تانية لازم نقول هذا الكلام أنه في النهاية مجلس سدارة الناد الأهلي واحترام كبير لمجلس سدارة الناد الزمالك ومجلس سدارة الناد الزمالك واحترام كبير لمجلس سدارة الناد الأهلي ولكن تظل دائماً التنافس داخل الملعب التنافس في كل الصفقات التنافس في كل شيء أنا كأهلاوي عايز كل الحاجات الكويسة تيجي عندي ده حيفضل كده أحمد لغاية غاية لما يوم القيامة قصة إن أنت عايز تكسب أو تاخد بطولة دي حاجة متعرف عليها وحاجة طبيعية أنت عايز تاخد بطولة وهو عايز ياخد بطولة وإحنا الاتنين بنتنافس على حاجة واحدة دي حاجة إيجابية وحاجة كويسة جداً الإيجابي والكويس جداً الناس لو تتفرج على مثلاً مرشاة أهلي وزمالك مثلاً ساعة أداني العشرة بتلاقي لعبة الأهلي والزمالك بيصالوا مع بعض والدنيا عادية جداً وما فيش أي مشكلة تعالى تتفرج على مرشاة اليد والسيلة في الصلاة المغطى بعد المباراة الناس بتحبوا بعض وبتسلم على بعض والدنيا كويسة ده الطبيعي وده العادي وده اللي كان متعرف عليه ولكن المنافسة في الملعب مين يكسب مين من حق أفرح لما أكسب ومن حق أزعل لما أخسر وفي نفس الوقت من حق إن أنا أدور على كل البطولات إن أنا أستحوذ عليها وأحاول إن أنا ما تطلعش بره جرابي وإن شاء الله ده اللي إحنا مولودين عليه وده اللي إحنا متعودين عليه بزبط كده ده طبيعي على فكرة إحنا بس مستغربين أو في ناس مستغربة لإن في أجال ما شافتش الاحترام والأدب والزيارات المتبادلة ما بين الناديين الكابرين يعني أنا لسه من شوية كنت جايب لقطة والأخوة والمحبة يعني أنا دايما كان من أعز أصدقائي أو من اللي بنقعد دايما في قضة واحدة في المنتخبات كلها كانوا زمال كوية مش هقول أسماء لكن كلهم كانوا زمال كوية يعني من نادي زمالك يعني أصدقائي ما فيش مشكلة حتى لو إيه إنت في الأول وفي الآخر إنت زي ما قلت لك تنافس في الملعب حاجة وبرنا الملعب إحنا أخوات بص الابتسامة على وشوش مجلس الإدارة هنا ومجلس الإدارة هنا بص الترقب من كل الصحفيين والترقب من الكاميرات وكل يعني إنت هي زيارة تاريخية بترسي دعائم الأخوة والمحبة وترجعنا لسابق عهدنا ونتمنى أن الأمور تمشي على كده وتمنى أن مجلس إدارة النادي الزمالك فأسرع وقت يلبي رغب مجلس إدارة النادي لأهلي بالدعوة للتتش إن شاء الله ماشي يعني نتمنى طبعا جزيرة جزيرة يعني أصدر يعني يا رب إن شاء الله خلال الأيام القادمة ده نشوفه وأنا متأكد أن احنا هنشوفه في أقرب وقت ولكن حنا الوقت الحقيقي الآن اللي هو لنبذ التعصب بمعنى أنه فيه ناس كانت عايشة على اللي بيحصل ما بين الناديين أكيد فيه ناس بطاقتات على مثل هذه الحكايات والبسطات وناس بتشير عشان خطر ده يغلف ده وده يغلف ده دي نصيحة بقى الوجه الله ونصيحة لكل الجماهير ولكل من هو قاعد على كيبورد ومن كل واحد مسك تليفون وانت بتكتب حاجة أو بتشارها خلي بالك بقى لأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها طالما ابتدينا في المحبة ابتدينا في الأخوة ابتدينا نرجع ونرجع عهد زمان أتمنى أتمنى أن أي حد بيكتب أي حاجة وأي حد من اليوتيوبرز اللي كانوا بيعتمدوا على السخونة ما بين العلاقات في الناديين أتمنى أن هم يخلوا بالهم لأن يعني مش عايزين بقى نرجع للفترة الصابقة حط اسم بلدك قدامك بس اسم بلدك لا وانت هتتحاسب في الأول وفي الآخر على كل كلمة تقولها انت لما بتسخن الدنيا من دل ده والدنيا تبتدى تشيط ويحصل سباب ويحصل 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 انت مش كسبان حاجة انت خسران وخسران كتير جدا فأتمنى كل واحد يحط في اعتباره طبعا ربنا الأول وبعد كده أهله من المصريين لأن احنا في الأول وفي الآخر أنا يعني ممكن يبقى ليه أخوات زم الكوية ولهي أولاد عم زم الكوية وإحنا في الأول وفي الآخر كلنا حاجة واحدة نتمنى نتمنى ان الاحتقان اللي متواجد في السوشيال ميديا تحديدا يطلع بار تحديدا ليه السوشيال ميديا لأن انت عندك طول عمر الجماهير جماهير الأهلي والزمالك متواجدين مع بعض طول عمرها دول قاعدين في التانية ودول في التالتة يمين ودول قاعدين في التالتة شمال طول عمرنا بس بيطلب يخلص المتش ما كنتش بتلاقي خناهاتهم مماشين دلوقتي بس تلاقي المتش خلص ده يكسب ده تيك 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 ده يحفل وده يجيب وده 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 ماشي يحفل يعني بس ايه راعي مشاعر إخواتك بس يا ريت دي تبقى متواجدة دي وجهة نظري واعتمنى واعتمنى ان اشمال لا بتركز احمد على سوشال ميديا هي المحركة لكل حاجة دلوقتي بالأمانة حتى في الرياضة في الرياضة المصرية عمتا هي المحركة لكل حاجة يعني هقولك مثلا بعيد عن الكورة شوف اي لعبة اي لعبة لو السوشال تكلمت فيها هتلاقي الناس كلها بتاقي تتبعها تتبعها كرة اليد في فترة من الفترات مصر كلها بتتفرج على كرة يد مع انهم ما كانوش عارفين ان مصر في كاس العالم اصلا صبنا وماة شكسبنا التانى السوسي которые بتا cabbage تكلم ابتدى الناس تتبعها للمشاه ان لما رحنا طايرة نفس الكلام Modi Avec السلة بطولة العالم في السلة لما كنا في اليابان محدش كان يعرف ان المنتخب مصر للسلة اصلا في اليابان بعد موتش والتانى ابتدى الناس تتكلم فبتدت المتابعة تحصل واحدة زي سمر حمزة دي اللي هي بتاعة المصارعة الاسقال المصارعة بتاع المصارعة ما كانش حد يعرف عنها حاجة لما خذت بطولة أفريقيا اللي فاتت والنهاردة بتكسب بطولة في السويد الناس كلها بتتكلم عليها هي دي السوشيال ميديا هي اللي بتحرك كل حاجة في مصر بتقود تايكوندو اللي كذبوا الأول والتاني اللي كذبوا بطولة العالم وكان معهم واحد إسرائيلي ثالث لما بس نزلت سوريتهم على الفيس وعلى السوشيال ميديا إنه هم كذبوا ورفعوا عالم فلسطين ومش عارف إيه ابتدت الناس تتابعهم وتشوف مشاتهم اللي حصلت فهي السوشيال ميديا هي المحركة للرياضة المصرية وللجمهور المصري حاليا لعدم تواجد جمهور المصري في المدرجات زي زمان بس خلاص قررت رابطة الاندية بالتعاون مع كل الأجهزة المسؤولة عن هذا الأمر 20 ألف متفرق خلال الأيام القادمة ولا حاجة أنت من 25 إلى 20 قص جد نقصد أنه طبعا ولا حاجة ولا حاجة بالنسبة لزمان لا طبعا طبعا ما تبص لكن من 25 إلى 23 أضعاف كويس جدا يعني طبعا كويس بس يعني تمنى السنة دي تبقى أربع أضعاف السنة الجاة تبقى طبيعي بقى افتح افتح وبرضو بنفس شروطك افتح وبنفس يا عام أستاذ القاهرة بيشيل 67 ألف وصلهم لاربعين وبنفس شروطك عن طريق تذكرتي وعن طريق الفان اي دي وعن طريق وعن طريق وعن طريق وعن طريق أتلاقي الدينة كويسة وحلوة وجميلة وما حد كده كده ما فيش حد اللقاتي بيعمل شغب ودول في حتة ودول في حتة النهاردة ماتش اسماعيلي والزمالك الله عجمهور الله عجمهور من ناحتيه ماتش حلو طبعا من فني وكل حاجة ولكن أحلى حاجة في الجمهورين طبعا أنا أول مرة من فترات كبيرة ألاقي المدرج بتاع الإسماعيلي فل من أيام مساء 2004 من أيام ما كنتم بتلعبوا انتوا هناك في الفتر إسماعيلي ما كانش المدرج بيبقى فول كده لا خالص جمهور الزمالك رايح مسلا فوق الخمس تلاف واحد وجمهور الإسماعيلي معدي الخمستاش مش هقول لك دول استحالية بوقتر من العشرين النهاردة ولكن أتمنى شكل اللعام حلو جدا بقالنا كتير يا جمهور طب أقول عجمهور لحب الكلام ده مش كان مؤثر على اللعبة في النهارة بالإجابة جدا الماطش كان حلو كمان فنيا جدا جدا وفيه فيك شوية حاجات بس تحكمية ولكن في النهاية خلاص أحنا بقى بقى بص أي حد في الدنيا هيحكم هيغلط وإي حد في الدنيا يعني على الفار هيغلط مفيش حد مش هغلط عايزين نعدي عايزين نعدي عشان ما نقفش عند مشاكل زمان كان ناس بتتشيتم بأهلاء احنا بقى عايزين نعدي الفترة دي عايزين نعدي الفترة دي هيغلط وده هيغلط هيغلط حاننتقده و هتنتقد أداءه ناقص بس هتنتقد أداءه في غلطة عندك في الحتة الفرانية في لبنة حكامت تحزبه و احنا نقول له خلي بالك انت عندك غلطة في الحتة الفرانية بس انما برضو مش هنخرج عن الإطار الرياضي والصحي اللي انت بتقوله ده يا كابتن أحمد هو نبراس عندنا في قناة الأهلي مش من دلوقتي يعني لا مش من دلوقتي ولكن من 2008 منذ أن تم إنشاء هذه القناة وحتى الآن لم يحدث أن تطرقنا لأمور شخصية تخص أي حد سواء كورة سلة طيرة حكام غير حكام مسؤولين في أندية كانوا بيشتمونا و بيشتموا رئيس ندينا و بيعملوا كل حاجة ولكن في نهاية لم نتطرق لأي أمور شخصية لأنه ده مش طبعنا ولا عمرنا انتقدنا أداءهم ولكن يعني أنا مبارح كنت بأتكلم مع كابتن عصام عبد الفتاح أو كنت بأتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح انتقدت أداء كابتن عصام عبد الفتاح في فترة من الفتاح ولكن هل حد يقدر ينكر أن كابتن عصام عبد الفتاح قيمة وقامة كبيرة جدا في التحكيم المصري أخطأ فيه تحكيم مصري بس ده تحكيم عالمي أما يختاروه في الإمارات من أحسن من أحسن مطورين الحكام في العالم يبقى مش حاضر أقول غير كده ولكن هل ده يمنع أن أنا أقول أن كابتن عصام عبد الفتاح في الفترة الأخيرة عندما كان رئيسا للجنة الحكام كان عنده أخطأ واضحة وصريحة وكلنا اتكلمنا فيها لا طبعا ولكن دي حاجة ودي حاجة فإحنا دايما بنعرف نفرق ما بين ده وما بين ده ليه كلام بس في النقطة مهمة جدا هو برضو يعني أنا عايز أقولك أن ده أو دي قاعدة نموس نموس قاعدة أو قانون إحنا ماشيين به داخل قناة النادي الأهلي من 2008 منذ أن تم إنشاء هذه القناة وحتى هذه اللحظة وأعتقد لعمر بها المكان اللي موجود هتلاقي دايما دي لأن ده مش إحنا ده النادي الأهلي تمام تمام أكيد يعني من أهم المبادئ إن إحنا عمرنا ما بنغلط في حد ولما حد بيغلط فينا بنشاور من بعيد ما بنوجهش كلام ودي ميزة أن أنت كل ما تتجاهل حد الدنيا تبقى أحسن لكن أنت نفسيا أدي رقم واحد رقم اتنين أنا بس عايز أوضح نقطة مش معنى أن أنا بنتقد واحد يبقى أنا أنا ضده بقى وحش والله العظيم أبدا ده أنا ممكن انتقادي دي ده يخليه هو يفكر في الصحة عشان يبقى كويس والعكس صحيح أنا لو بطبل لواحد على كل حاجة يبقى الرجل ده مهما شاف هو هيشوف نتيكتو في الآخر بعد كده تبقى وحش إنما دلوقتي أنا لما بنتقدك أنا عايزك تبقى أحسن وعايزك تبقى أعلى هي دي شغلانة الإعلامي الإعلامي يلقي الضوء ثم ينتقد الأول قبل أن يشيد كان معايا من الأسبوع اللي فات الأستاذ خالد الاتريبيا وأستاذ عصام شالتوت وكابتن محمد حشيش وكابتن مائه الهمام اليوم الاتنين اللي فات تحديدا زي النهاردة وكنا بنتكلم عن أنه من الدروس المستفادة في كأس الأمة الأفريقية أو من أحسن الحاجات اللي حصلت في كأس الأمة الأفريقية الحكام المصريين تمام بعد ما خلصنا قلنا كلمتين قلنا يا كابتن أحمد قلنا هنرجع الدوري فمثلا كابتن فلاني الفلاني هيخطئ مش معنى أننا أما لا أقول أنه هو كويس وكويس وكويس أمجد فيه لأنه فعلا كان كده في كأس الأمة مش معنى أنه هو يخطئ هنسيبه أو هنعدي الأمر ولكن هننتقد أدائه يعني هو كابتن محمد عادل النهاردة هو كابتن محمد عادل بتاع كأس الأمة الأفريقية تقدر تقول أنه فيه اختلاف لكن هل ده معنى أنه نحن بنحبش كابتن محمد عادل لا طبع لا طبع فالأمور دي واضحة وصريحة وستظهر لي دائما هناك فروق كبيرة جدا بأن أنت تغلط في شخص أو تنتقد شخص وتنتقد أداء شخص دائما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن أداء الشخص خلينا نطلع فصل وبعد هذا الفصل هنرجع نتكلم عن النادي الأهلي ومبارياته السابقة ومبارياته القادمة ان شاء الله أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين كابتن أحمد مباراة سابقة للنادي الأهلي وتعادل بدون أهداف يعني الأداء لم يرضي بمهور النادي الأهلي ولكن أنا قلت أنها بداية موسم أو يعني أربعين أو خمسة وأربعين يوم راحة بعيدا عن المباريات وبعيدا عن المباريات الرسمية يعني فده أعتقد أن ده بيرجعك للبدايات تماما أكيد أكيد بعد أي فترة تعداد أنت بحتاج 3-4 متشاط عشان ترجع للفورمات الطبيعية بتاعتك وأعتقد أن بدايتك في مباراة قوية زي بالوزداد بره ماتش صعب جدا مهما كان مهما كان بتتمو أكيد أنت عارف حاجة زي كده مهما كان بتشتغل تمرين الماتش حاجة والتمرين حاجة تانية لا لا طبعا نفسا وتركيزا وكل حاجة حتى لو بتلعب ماتشات ودية الماتش الرسمي لي لي رونق خاص لي اعتبارات تانية خالص هي بس أنا عندي يعني الطبيعي أن المستوى العام يكون قليل بس مش دي وجهة نظري برطة لا تفضل لا تفضل ما يبقاش قليل أو كده المستوى العام أنا ما شفتش حد تقلق غير التلاتة اللي هو مصطفى شبير والتنين السرد باكير دول اللي كانوا كويسية فدول ممكن يبقى إيه لما يبقى ثلاثة من حداشر فانتا النسبة يعني ثلاثين في المية خمسة وعشر في المية حاجة كده سبعة وعشر في المية نسبة قليلة جدا أنت الطبيعي يبقى مثلا على الأقل خمسين ستين في المية من الفرقة يبقى إيه يبقى في لا في حاجة الحاجة دي عند مين الله أعلم لسه بس في حاجة في مشكلة آه طبعا في غيابات كتير عشان برضو نقول الحقيقة في غيابات كتير وغيابات مؤثرة جدا جدا ولكن الحالة العامة اللي عبت النادي الأهلي في المباراة ما كانتش ده الطبيعي ومش ده الاستعداد النفسي حتى والتأهيئة النفسية الطبيعية لمباراة زي دي احنا يمكن من أكتر المتشاط اللي جي علينا هجمات في أفريقيا من سنين حتى في النهائيات ما جاش علينا كمية الفرص دي فأعتقد لا يا حالة عامة لازم اللعيبة تاخد بالها منها نتمنى ان دي تكون فعلا زي ما احنا بنقول احنا بندي منسكنات بندي زي ما يقولوا كده بندي اكسكيوز ان بقلنا 40 يوم 45 يوم 50 يوم ما لعبناش ماتش بس برضو ما يبقاش كده احنا يعني عايز اقول لك انت ريحت كان منهم 15 اشتغلت انت 35 يوم فترة اعداد منهم ماتشاط برة في الامارات وعملت يعني فترة اعداد طويلة فكان المفروض حتى المردود البدني لبعض اللعيبة يبقى اقوى من كده واحسن من كده دي وجهة نظري فأتمنى ان البدايات دي ما تأثرش عينا بالسلب في اللي جاي أتمنى ان احنا نبني على اللي حصلة في بلوزداد لاني انت خلي بالك انت رايح ماتش صعب يعني ماتش انج ما هنتكلم عن الماتش للوقت اه فانت لازم تبقى البداية الحمد لله ربنا يعني ربنا كرمنا بالنقطة خلي بقى بالامانة يعني نتيجة اعتقد مرضية لنا فيها نوع من انواع الحظ الايجابي اللي هو احنا اشتغلنا عشان ربنا يكرمنا وكنا ممكن نكسب في الشرط الاولاني وكنا ممكن نكسب بكرة حسين الشحات وكنا ممكن نكسب بكرة كريم فؤاد ولكن مش ده برضو ايه مش ده مردود النادي الاهلي ومش ده قدرات اللعيبة المتواجدة في الملعب فاتمنى ان احنا نبني على الموتش شباب بنزداد للمباراة القادمة بما اننا بنتكلم عن المباراة القادمة خلينا نطلع نشوف هذا التقرير واخر سعدالية النادي الاهلي لمباراة مديامة اللي هنرجع نتكلم عنها احنا نسهلا بحضراتكم مرة اخرى مباراة مديامة يا احمد القادمة مباراة صعبة جدا زي ما انت بتقول اكيد مباراة قوية ويمكن الفرقة دي في ملعبها اعتقد كذبة يانجا افريكانز على ما اتذكر وتعدلت مع الشباب فرقة قوية جدا قوتها في ملعبها في الظهر يعني هم بيلعبوا بس ساعة ستة احنا ان شاء الله اه ان شاء الله ستة بس خلي بالك ستة دي هنا يعني هناك اربعة برضو الدنيا تبقى ستيل حرارة اربعة طبعا ويستيل حرارة عندهم في درجة الحرارة دي فدي هتبقى عامل سلبي جدا للعيب تبنادي الاهلي في وقت زي ده اعتقد الفرقة زي ما قلتلك واضح ان الحالة العامة البدنية مش واقفة على رجلها فانت لو ما عملش حسابك الموتش الجاي للحالة دي وخصوصا زي ما بقولك هنلعب الساعة اربعة في درجة حرارة عالية وارطوبة عالية ودي المشكلة اللي كان بيعاني بها المنتخبات مثلا في صحل العام ما هو غانا برضو في نفس القصة صحيح فانت لأ يعني لازم تخلي بالك من نوطة زي دي هتلاقي مساحات كبيرة يعني يعني الموتش اللي فات ما كانش فيه مساحات كبيرة في الناحل الهجومية تمام؟ انما في الموتش بتاع ميدياما ده هتلاقي عشان كده لازم تبتدي الاتنين اللي عندك اللي قدام مع السترايكر يبقوا بيجروا كتير يعني اتمنى اتمنى ان مثلا واحد زي ريدة رسليم يبتدي ليه سرعات وهيلاقي مساحات هيعرف يتحرك فيها كريم فؤاد ممكن يبتدي مش هو اللي يبقى تغيير العكس ماشي حسين لو ياخد كهرباء انا عايز حد سرعات مش عايز مثلا انت لعبت موديست عشان خاطر يبقى عندك تارجت سترايكر تارجت فتحملو كرصات وما عملتلوش الوحيدة اللي اتعملت له حط فيها ادماغه وطلعب برا العرض شو طلقه لاني صحيح تمام انت لا الموتش اللي جاي انت هتلاقي الفرقة دي بتهجي معلك لان ده يعتبر الامل الاخير لها يطلع بعد كده اخر موتش ديها عندها بالوزداد بالوزداد تمام فلو ما كذبتش موتشنا هتخرج برا الان الوزداد فعشان كده انت لازم ايه تاخد حذرك وفي نفس الوقت يبقى عندك ما كذبوا شباب بالوزداد اعتقد في غانا اعتقد اول موتش دي يقول لي يا شباب اه اعتقد لو ما كذبوا كذبوا ينج 2 واحد لا كذبوا شباب كذبوا شباب اه يبقى تعالوا مع ينج عندهم اه فانت دلوقتي عندك هم اخر موتش ليهم عندهم شباب بالوزداد هناك ولو الشباب محتاجينه انسى ان مديا ما توصل فاهمني فاهم يعتبر اخر امن لهم مباراة بالضبط عشان كده انت لازم تبقى شايف الدنيا كويس لازم العب دفاع كومباكت لازم العب في 40-50 متر واقدر العب الهجمات المرتدة زي ما بقولك اتمنى ان الرضا سليم وكهربة وكريم فؤاد او مثلا حسين الشاحات هم اللي يبتدوا السلاسي الامامي لان دول اللي يقدروا يوصلوني بسرعة وخلونا عارف يبجون بدري يريحني اتمنى ان اللعيبة تقدر تحافظ على مخزونها البدن عشان درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية انا شايف المباراة مش سهلة خالص زيها زي مباراة الشباب الوزداد السابقة ولازم النادي الاهلي يعرف وراح يعمل ايه واعتقد دي مستر كورر بيعاف يعملها كويس ويقدر يأخرج بحاجة ايجابية ان شاء الله حيتغلب ازاي على الغيابات اللي عندهم وخلي بالك برضو زي ما انت بتقول ان الاداء ومش الاداء وكذا 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 ولكن عندما تنظر الى الجانب الاخر يجب ان تنظر ان هناك 11 انت قلت ان في 11 غياب مؤثر ولكن غيابات مؤثرة كتيرة جدا ويزداد عليهم دلوقتي كمان مروان عطية يمكن اعتقد عودة برسيتا وعودة وسام عودة كوكا من الممكن جدا ولكن برضو هيبقى بقالهم كتير ملعبوش اكيد يمكن برسيتاو بس لرجليه في الملعب اه صحيح اه انما الباقي كله بقاله كتير ما بخصوصا كوكا ما فيش وسام من ساعة ما جاء من رويج بقى لا بقاله يعني بقاله اسبوعين طريبا عنده يعني لعب المطشين والديين اعتقد حتى مش هيلحق يبقى متواجد ولو لعب هيخده ربع ساعة لتساعة مش هيلعب تسعين ديئة بلوجة نظري فانت الغيابات كتيرة بس العمود الفقري في الفرقة هيقدر يتغلب عليها ازاي ماشي اتغلب عليها ازاي الغيابات دي ما هو انا لازم كمدير فني اشوف هستطيع ان انا هجيب مثلا مكان مراوان انت عندك مكان مراوان ديانج مش موجود ويعني انت عندك اثنين اساسيين في نص الملعب مش مراوان و ديانج فانت مفيش حل غير انت هتبتدي مثلا بكوكا مثلا برضو هتبدينا صعبة هتلاعب السلية بارح احمد سابت قال ممكن رامي ربيعة يعني اعتقدها بعيدة ممكن اكرم توفيق اكرم اكرم توفيق اكرم اقرب واحد ومعها يا اما كوكا اما السلية بس انا ما اعتقدش انه هيدي السلية 90 دقيقة في موضش زي ده في درجة حرار عليها فممكن يبتدي برضو لاحسبك كتير لاحسبك ممكن يحط امام على فكرة ممكن يحط امام ستة او يحط امام جنب مثلا اكرم ويحط قدامهم افشة او يحط قدامهم يعني يلعب بدل ما بيلعب اربعة تلاتة تلاتة بالعرض لا يخليهم اربعة اتنين تلاتة واحد فهو ليها احسابات تانية انما انا اعتقد ان اقرب واحدة يكون متواجد امام واكرم ويا اما كوكا اما افشة دي وجهة نظري يعني ده السلاسي بتاع نص الملعب انت عندك الخط الرباعي الحمد لله اللي ورا ان شاء الله ما فيش تغيير مستوى اكيد شو بير ما فيش تغيير يمكن السلاسي الامامي برضو لو عايز يبتدي زي ما هو ابتدأ في الوزاد هيحصل زي ما هو عايز ما فيش غياب عنه انما عندي ميزة ان رضا رجع ورضا الحمد لله بعد فترة كبيرة ولعيب كويس ابتدي بيه في الاول في السرعات هيفرم معها كويس جدا اه ممكن فكرة تانية يقولك لا طب ما انا بعد 50-60 دقيقة ودرجة الحرارة العالية او بتاع انا ازله يبقى عنده قدرات اعلى ويكسبني في اخر نص ساعة بس انا رأي لا انا هم هينزلوا وضغطوا عليهم الاول وانا هبقى عايز ازل عب الكاونتر التاكل اوكي فاتمنى ان واحد زي رضا مثلا رضا وحسين ومعهم كارب اتمنى ان نبتدي بالشكل ده ممكن لو سام سليم تبتدي بوسام او سام جرايو او خبيته بتاعه هينفع برضه انما لغاية لما يتعب برضه خلي بالك مليس اتعدك برضه خمس تغيرات وديميزك ويسع جدا بوقتي فيعني اتمنى ان ده التشكيل اللي يبقى متواجد او ده الفكر ماهنا ممكن افكر انا في حاجة او انت تفكر في حاجة كله صح على فك بالزبط كل واحد بيفكر من وجهة نظر فاعتقد لا يعني ان شاء الله ان شاء الله هو هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة مش هتخرج بها اربعة ثلاثة ثلاثة طبعا ولكن التوظيف هو اللي هيفرق معه شوء بسطة من شبير مصطفى شبير جدا جدا الحمد لله يعني اعتقد ان كان نجم المباراة الاوحد تمركزات وتحركات رجلين بعيدا عن السادات اللي عملها ولكن تحركاته زي ما انت بتقول ويبدأ ملاكز مستو ان هو التحركات رجلية سريعة جدا ودقيقة جدا 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 فبيعرف يوقف في المكان اللي الكرة هتوصله بنسبة 90% عشان كده بيبقى قريب من الكرة تركيزه عالي مش فارق معه مش فارق معه الخص يعني هو اصلا مش في دماغه غير ان هو يقدي كويس سيب يا جبا من الناس اللي بتتكلم والناس اللي بتقول وعشان 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 لا هو عايز يقدي كويس ومركز كويس جدا في الملعب عشان كده بداية ليه موفقة واتمنى انه يمشي على نفس النهج لانه لو مشى على نفس النهج هتبقى الامور يعني صعبة على الشناو بقى فيه تنافس جيد طبعا يعني حاجة حلو يا رب هما الاثنين روح المنتخب اللي جاي يا مساهد كان كابتن سابت وكابتن شوبر وكابتن اكرامي كابتن اكرامي وكابتن سابت التلاتة راحوا مع بعض فوقت واحد فوزي في الدوري العام شايفه ازاي مع رجوعه بعد توقف طويل الامور هتبقى صعبة شوية على النادي الاهلي مش صعبة في ال الدوري بشكل عام ايوا بالزبط ايوا بالزبط اي حد ممكن نكسب اي حد بدليل اخر ماتشين الاسماعيدي بيكسب سيراميكا في ملعبه وبيتعدل مع الزمالك الاسماعيدي ده اللي كان فترة من الفترات التمنتاشر صح؟ تعال بص الاتحاد السكندري اخر ماتشين تعادلين المقاولين اخر ماتشين اتغلب من بيرامدز الاتحاد اه اه اتعادل وخسر لا اتعادل وخسر اخر ماتشين يعني ماتشين من ساعة ما رجع اتعادل وخسر مع انه كان ماشي تاني في الدوري ماخسرش ولا ماتش اعتقد كان متعادل ثلاثة وكسبان خمسة حاجة كده فالدنيا عملت بيرامدز يعني تعادل مع زد وكسب الاتحاد وحيصفر بالعافية فانت لا اي حد بيكسب بصراحة مش بالعافية هو الاتحكي الوحش الاتحكي الوحش اه بيرامدز عمل ماتش كويس ماشي ضياعوا كتير لكن في المجمل العام انا شايف ان يعني كل الفرع قريبا ببعض كل الفرع قريبا النهاردة المقاولين بيتعادل مع فيوتشر اتنين اتنين والماتش رايح جاي وماتش جميل وممتع فرقت على شوية في الاخر بس مش كل لا ماتش ممتع كان جميل زد وبرامدز من قامت على الماتشات اللي اتعادلوا فيه ده من قامت على الماتشات انه خلص تعادل تعادل بس ماتش ممتع كل فرقة بتروح وبتروح بتضيع يعني لا يعني كل الفرقة دلوقتي بقت قريبا من بعض مش هقولك المستوات زي زمان تلات اربع فرقة فوق لا كله قريب لا كله كله من بعض دليل انا ما اجي باسأل تتوقع من ينزل يقول لك معرفش لا كل ينزل بس انا انا شايف ان الدخلية حاجزة مركز اوكي يعني دي دخلية الاق كله كان بيقول الدخلية الاقرب لكن دي الاتنين تانين لانه كان كله حاطة البلدية والجونة ولا والله ابدا ولا بلدية ولا جونة انا شايف المقولين لو ملحقش يوقف على رجليه هيكون من فرقة مهددة البنك لو ما كانش يخد في اخر موتشين اربعة بونت كان هيبقى برضو عنده مشكلة مشكلة بس هو ابتدى يفوق بس زهارة رحيلة للمداربين دي هل دي دليل على او هي شماعة فشل ولا تغيير لابد منه من وجهة نظرك ساعات كده ببقى التغيير للتغيير كرة اه لا والله التغيير للتغيير يعني مثلا بابا فصله في البنك لو كان قاعد 15 موتش كمان ما كانش هيكسب بيروحوا وبيضاع كتير قوي واي حاجة بطيق عليه خلاص وقف خلاص وقف فانت لازم تغير اول ما جي لكابتن طاري عمل ايه كسب المصر في المصر الثلاثة هل كابتن طاري معا ده تلت تيام يعني يومين وراحل موتش تالي مصطفى تالي مصطفى راح اليوم الثالث راحل مصر في البرج العرب كسبهم ثلاثة كان امير عبدالعزيز مش بابا فصله امير هو موتش واحد فانت هو مجاش عمل يعني عمل سحر هي فرقته هي بس بقى التوفيق فيلك كويسة كمان البنك الأهلي فيلك كويسة جد فانت انت لأ في حاجة لا يعني في حاجات بتبقى انت عايز تغير فرقة المؤوين العرب كابتن شاء الله غريب ام ماعتقد ماكسبش موتش فلازم تغير خلاص بقى انت مش عشان هو المدرب الوحش هي هل الكورة مش ماشية معاه فانت لازم تغير بدليل ان مثلا في مدربين بتبقى مش ماشية معاهم في قندية بتروح نادي تاني الدنيا بتمشي معا زي الفل ويبقى في نفس الموسي صح فمسلا كابتن هقول لك حاجة كابتن تامر مصطفى كابتن تامر مصطفى في سنة من السنين مسك المقاصة الدور الولاني نزله ومسك الدور التاني جونة نزله من سنتين مسك امبي ماشي بيهم رابع والسنة دي اول قبل ما يمشي يعني صح تمام فلا هو يعني ساعات كده بنقول احنا عندنا في الكرة ارفته ومش ركبة على الفرقة هو ده اللي بيحصل انما الموضوع مش موضوع تغيير المدربين لتغيير المدربين بص في حاجات بتبقى اه محتاجة لا لازم يتغير متوقع الدوري السنة دي بتقول انه هو صعب الاربع فرق اللي في المقدمة يعني الطبيعي اهلي بيرامدز برضو فيوتشر ومعاهم اسراميكا مش الزمالك لا اكيد الزمالك لو رجع هيخش مكان فيوتشر انت الزمالك بعد ما شفته النهاردة شايفه ازاي الزمالك انا شايف من وجهة نظري ان لسه فيه تأليف في الاماكن بتاعت اللعيبة خلي بقى كالسة المدرب برضو غيروش اسبوعين اه 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 اسبوعين اه تلماشي بس اكيد برضو عارف كل حاجة ماجدي معهم بقالوا اكتر من سنة اه ماجدي المدرب شاطر شاطر جدا جدا هاي هاي المدربين كويسين اه فلا يعني اعتقد انه مقاريك كويس جدا الغريبة انه وبيقعد واحد زي الجزيرة عشان يبتدي بوباما يلعب ستورايكر وبعدين يلعب وبوباما عشرة وينزل عبدالله السعيد يلعب تمانية وينزل الجزيرة راس حربه ففي حاجات كده حصلت انا وبعدين يطلع عشكبالة وينزل نصر المدرب ياخدها الديه يا احمد لغاية لما تقيم مش ده شهرين ثلاثة او ست ست او ست ست لا دور يمشي غز غير في تسعة او نصف على رأيك صحيح الدور قاعد لحد من الدور قاعد لغاية كان دايما بستمتع بوجودك معنا احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا حليلا ودايما الحقيقة بستمتع بوجودك شكرا جزيلا للنجم الكبير كانت احمد فوزي هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود شاوي والاستاذ عبد الحكيم ابو عالم في ضيافة البيت الكبير